اشتركوا في القناة ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ادرسون حارس البرازيل المنتخب المغربي شرس وقوي وجماهيره ابهرتني في قطر لم يخفي ادرسون حارس المنتخب البرازيلي ومنشاسترا سيتي الانجليزية قوة المباراة الودية المنتظر امام المنتخب المغربي وقال ادرسون في ندوة صعفية امس السلطاء ان المنتخب المغربي شرس وجد قوي واضاف ادرسون ان البرازيل ستواجه صعوبات كبيرة في المباراة الودية امام المنتخب المغربي يوم السبت المقبل واكد على ان المباراة ستكون معقدة للغاية لان فريقهم جيد جدا شرس جدا وقوي ومشجعهم متعصبون جدا واضاف حارس المنتخب البرازيلي اتذكر مونديا القطر كنت اعود الى الفندق عندما فازوا على اسبانيا بركلة الترجيح شوارع قطر جنة جنونها بالسبب الجماهير المغربية مع ابواق السيارات وصراخ المشجعين لقد قلت لزوجتي كيف ان المغرب متعصبون وليد راقر يهز المغرب بمفاجأة كبيرة في تشكيلة المنتخب المغربي ستجمع مباراة ودية المنتخب المغربي مع منتخب البرازيل في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنشا يوم السبت الخامس والعشرين من مارس الجاري وتأتي هذه المباراة في اطار استعدادة المنتخب المغربي للمباراية المقبلة ومن المرجح غياب اشرف حكيم نجم باريسان جرمان بسبب الاصابة التي تعرض لها ومن المتوقع يضم تشكيل المنتخب الوطني الحارس سياسي بونو في الدفاع غانم سيس نيف اكرد نوسير مزراوي وفي حال غياب حكيم سيتم استبداله باللعب الجديد ايوب عمراوي كما سيتكون خط الوسط من عزدين اناحي وعبد الحاميد صابيري وسوفيان امرابطة بينما سيشكل حكيم زياش ويصفان سيري وعبد الصمد الزلزولية خط الهجوم وكان الناخب الوطني ولد راقراقي قد اعلن في وقت سابق عن قائمة الاصود لخوض وديتي البرازيل والبيرو وضمت القائمة مجموعة من الاسماء الشابة التي تلتحق بكتيبة المنتخب لاول مرة واجر المنتخب الوطني حصة تدريبية ثانية اقيمت بمراكب محمد السادس لكرة القدم حضرها جميع اللاعبين بالستثناء سوفيان امرابط واشرف حكيمية هذه اسباب غياب حكيمي وامرابط عن تدريب المنتخب لمواجهة البرازيل خاض المنتخب المغربي حصة تدريبية بمركز محمد السادس بيرباطة استعداد للمباراتين الاعداديتين التي سيجريهم امام البرازيل السبت القادم بملعب ابن بطوطة بطنجا ومع منتخب البيرو يوم الثلاثة بملعب وانتا ميتروبوليتانو بمدريد الاسبانية ولم يحضر اللاعبان اشرف حكيمي واسوفيان امرابط لتدريب المنتخب المغربي رغم حضرهما الى جانب اللاعبين الى مركز محمد السادس ووفق مصادر صعفية فاسباب غياب لعب فريق بريسان جرمان اشرف حكيمية يعود الى عدم تعافه كل من الاصابة في الوقت الذي يعاني فيه امرابط من جهد بدني وقرر مدرب اصود الاطلس وليد راقراك ارحتهما وبرمجة تمارين خاصة لهما في انتظار التحاقهما بالتداريب الجماعية الجماهير المغربية تستعد لابهار العالم بتيفو عملاق ترحيبا واحتفالا بأصود الاطلس في مواجهة البرازيل اعلنت جمعية الازرق الطنجي استعداد رفع تيفو عملاق يغطي جنبات ملعب طنج الكبير خلال مباراة اصود الاطلس والبرازيل الودية السبت المقبل وحسب ذات الجماعية فان التيفو العملاق سيغطي الملعب ترحيبا واحتفالا بالمنتخب الوطني المغربي وما حققه في موندي القطر كما سيبهر تيفو العملاق المشاهدين حسب ذات المصدر والذي ينتظر ان يحمل العالم الوطني ورسائل شكر وتشجيع للعناصر الوطنية وتستعد الجماهير الشمالية خاصة جماهير تحطا جموند ايامنا لاعداد تيفو الذي سيبهر العالم حسب مصادر محلية وسيمثل الظهور الاول للعناصر الوطنية مناسبة اخرى لتأكيد احقية المغرب بتنظيم منذ 2030 بمعية كل من اسبانيا والبرتغال خاصة ان عشرات القنوات البرازيليا والعالمية ستنقل المباراة مباشرة كما سيتبع العالم عن كتب استعدادة المغرب وشغف الجماهير المغربية بكرة القدم شرط وحيد من امين عدلي للعب مع المنتخب المغربي والمدرب وليد راقراكي ينهي ملف اللاعب يعتبر امين عدلي واحدا من ابرز لاعب فريق باير ليفيركوزن الالماني الذي يرتبط معه بعقدنا حتى يونيو 2026 وهو من العناصر التي ما يزال الاتحاد المغربي لكرة القدم يباشر معها المفاوضات من اجل ارتداء قميس اسود الاطلس في المستقبل بعدما سبق له اللاعب في صفوف المنتخب الفرنسي تحت الواحد والعشرين سنة ويواجه المنتخب المغربي نظيريها البرازيل والبيرويديانة في الخامس والعشرين والثامين والعشرين من ميرس الجارية في اول ظهور لأصود الاطلس امام الجماهير المغربية بعد الانجاز التاريخي الذي حققه في موندير قطر بالوصول الى الضور النصف نهائي ولم تشهد القائمة الاخيرة التي اعلن عنها مدرب المنتخب المغربي وليد راقراكي وجود اسم لاعب فارق بايرليفيركوزن الألماني أمين عدلية رغم انها شهدت حضور عدد من العناصر المغربية المحترفة في مختلف الدورية الاوروبية سواء من اللاعبين الذين اخذوا منافسة بطولة كأس العالم في قطار او الوجوه الجديدة التي تمت دعوتها لاول مرة واكد منقال العرب الجديد ان المدرب وليد راقراكي مدرب المنتخب المغربي قد اغلق ملف اللاعب أمين عدل جنح فارق بايرليفيركوزن الألماني بعد أن علم أن الأخير يشترط اللاعب كأساسي رفقة المنتخب في حال أراد الانضمام للعب رفقة منتخب بلده الأصلي وهو الذي سبق ومثل منتخب فرنسا قبل أن يوصل لرحلة التألق في بطولة الدورة الأماني مع فارق بايرليفيركوزن وسيكون من الصعب على أمين عدل صاحب الاثنين والعشرين سنة أن يضمن وجوده رفقة المنتخب المغربي الأول في الفترة المقبلة خصوصا بعدما أظهر وليد راقراكي اقتناعه تام بلاعبين يلعبون في نفس مركزها مثل عبدالصمد الزازولي لعب فارق أساسون الإسبانية وأنس الضروري لعب فارق بايرلي الإنجليزية وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توجيه الدعوة للعب المغربي لتمثيل منتخب فرنسا لأقل من 23 سنة حيث تفاجأت الجماهير المغربية بتوجيه الدعوة للعب للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في مبارسة إنجليزية وإسبانيا عيوض التواجد مع المنتخب الوطني المغربي هذه أبرز العناوين إدرسون حارس البرازيل المنتخب المغربي شارس وقوي وجماهيره أبهرطني في قطر والإدراجراكي يهز المغرب بمفاجأة كبيرة في تشكيلة المنتخب المغربي هذه أسباب غياب حكيمي وأمر بط عن تداريب المنتخب لمواجهة البرازيل